السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أمة الإسلام هذه بعض الرسائل من غزة العزة نبثها لكم نذكركم وأنفسنا لعل الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات يرحمنا ويعذرنا ويغفر لنا ويتجاوز عنا إنه سبحانه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين نبث لكم هذه الرسائل لأننا نحبكم في الله ونعلم أنكم تحبوننا في الله ونعلم أنه لو كان بمقدوركم أن تقتسموا معنا الطعام والشراب والدواء ما ترددتم ولا توانيتم للحظة واحدة هذا ظننا بكم يا أمة الإسلام وإن كان عتبنا على من خذلنا وهو قادر على نصرتنا إلا أننا نحمل للمسلمين وللسواد الأعظم من المسلمين محبة وتقدير واحترام ولا نقول فيهم سوءا أبدا والله ونحسن بهم الظن أما الرسالة الأولى نبشركم أننا بخير رغم هذه المحنة التي ستنقلب إلى منحة رغم هذه البلاية التي ستنقلب إلى عطايا والله إننا بخير لأن بعد الضيق الفرج وبعد العسر يسرى هذا وعد ربنا سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى كيف نقنط ونعجز ولا نقول أننا بخير والله سبحانه وتعالى يقول مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فنحن مستبشرون رغم كل ما ترونه من دماء وأشلاء الرسالة الثانية إن من أعظم الدروس التي خرجنا بها يا إخواننا في هذه المحنة أنه ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى فلم نعد نتكل على عرب ولا عجم ولا على غرب ولا فرص ولا رم لا تسمع في غزة وشوارعها إلا يا رب أنت لها ولكل كر لقد تعلقت القلوب بالله سبحانه وتعالى وتحقق التوحيد بمعناه الحقيقي سبحان الله ولو أننا بذلنا من الوقت ساعات وأيام حتى نعلم الناس ما تعلموه في هذه المحنة ربما لا نستطيع فالحمد لله لا اتكال ولا اعتماد إلا على الله سبحانه وتعالى أما الرسالة الثالثة فنقول لكم هم لا يقتلوننا فقط بالصواريخ يقتلوننا بالجوع يقتلوننا بحرماننا من الدواء والماء فنحن هنا لا نموت فقط بالقصف والدمر نريدكم أن تعلموا أن النعمة التي بين أيديكم هي بالنسبة لنا شيئا عظيما ولو ربما أن يتحصل رب أسرى على طعام وماء لم يتلوث أهوا من زحزحة الجبال والله المستعان فيا من تتقلبون في النعم احمدوا الله سبحانه وتعالى على ما رزقكم قال الله لئن شكرتم لأزيدنكم